السلام عليكم ازايكم عاملين ايه انا عحمد جويش ودي كنات برومو واهلا بكم في اولى فيديوهات الحصاد موسم الحصاد بتاعنا بدأ وخلاص السنة قربت على الانتهاء فالنهاردة البداية بتاعتنا مع افضل عشر مسلسلات عربية وان شاء الله من النهاردة كل يوم هينزل فيديو عن عشرة من افضل الاعمال اللي قدمت لنا على مدار السنة فلو مهتم تشوف سلسلة افضل عشرة من وجهة نظري اتاكد انت مشترك في القناة وانفعل الجرس عشان تتابع الفيديوهات اول باول وطبعا متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك ويلا بينا نبدأ السنة دي كانت دسمة جدا على مستوى الاعمال العربية ورغم ان انا ما شفتش منها كتير ولكن برضو السنة دي كانت دسمة جدا والسنة دي هتذكر في التاريخ ان هي كانت البداية للاعمال العربية الاعمال العربية بدأت تغير من نفسها بدأت تتطور وبدأنا نخش في مناطق ما كناش بندخل فيها قبل كده فاعتقد ان السنة دي ستخلت في التاريخ ان هي كانت بداية محاولة المسلسلات العربية لتغير جلدها ولكن قبل ما نبدأ فيه تنويه صغير والتنويه ده هيكون حاضر معنا في كل حلقات افضل عشر دلوقتي القائمة اللي انا هقولها دي هي بتعبر عن وجهة نظري الشخصية وطبعا انا زي ما قلت انا مشافتش كل الاعمال وممكن اعمل تكون انت شايفه اقوى عمل في السنة هو بالنسبة لي مش من ضمن افضل عشر فالقائمة دي بتعبر عن رأي الشخصي اللي ربما تتطفق او تختلف معا وفيه كمان يعني بعض الاعمال اتحطت في القائمة دي لمجرد ان احنا نكملهم عشرة بس او زي ما بنقول يعني ان هي يعني افضل خيارات المتاحة يعني هي المسلسلات اللي انا شفتها كانت اكتر من عشرة ولكن مش كلهم يدخلوا ضمن قائمة افضل عشرة فقعدت اوازن شواء الموضوع مع نفس الوقت ما وصلت لعشرة ولكن هيبقى فيها بعض الاعمال اللي موجودة لاكتمال القائمة مش اكتر ورقم عشرة معانا هو واحد من المسلسلات اللي اتحطت في القائمة دي من اجل ان احنا نوصل لعشرة بس هو مسلسل اتزان اتزان برضو خلينا نديله احترامه مسلسل قدم نوع جديد من الدراما شوية ولكن ما كانش افضل شيء بالنسبالي ولكن برضو في نفس الوقت هو كان احسن من خيارات تانية موجودة وده اللي خلاي يبقى موجود معانا في رقم عشر رقم تسعة بقى هو مسلسل التمانية مسلسل التمانية ما يختلفش كتير عن اتزان بالنسبالي ولكن لمعت افاضل بينهم وبعضهم مين ياخد عشر ومين ياخد تسعة قلت لأ يعني التمانية صرفين ومكلفين فالصرف بتاعهم ده هو اللي ده منظوم ان هم يبقوا موجودين معانا في المرتبة التسعة ولكن لو جينا نبص المسلسل التمانية فهو عندي معانا مشاكل كتيرة جدا هتلاولوا مراجعة موجودة في القناة العشر اعمال اللي موجودين معانا ليهم مراجعات هنا على القناة تقدروا ترجعولهم وتشوفوا رأي فيهم بالتفصيل عامل ازاي ولكن انا عندي اختلافات كتيرة جدا مع مسلسل التمانية ممكن نختصر يعني المشاكل لما وجونا معها في النهاية النهاية اللي كانت غريبة جدا ورقم تمانية معانا في القائمة هو مسلسل البحث عن علا او عايزة تجاوز الجزء التاني رغب ان هم صرحوا قالوا ان دي حاجة ودي حاجة ولكن هنقول انها شخصية علا نظرة مستقبلية لها بعد ما تجوزت وخلفت ويمكن برضو وجهنا مشاكل كتير مع مسلسل البحث عن علا بسبب اختلاف كبير جدا بين علا عبدالصبور في عايزة تجاوز وعال عبدالصبور في البحث عن علا علا عب صبور في عايزة تجاوز احنا شفنا ان هي البنت العادية جدا اللي من طبقة متوسطة اللي بتركب مقربسات ويعني شخصية مختلفة تمانية عن البحث عن علا اللي عايشة في فيلا وعايشة في طبقة مجتمعية غير بتاعة عايزة تجاوز تماما لكن ممكن نقول ان كان فيه بعض من النستالجا في المسلسل اللي خليته يبقى موجود في رقم تمانية معنا رقم سبع معنا هو مسلسل الليلة واللي فيها الليلة واللي فيها حاول يخرج برا الصندوق شوية حاول يروح ناحية الثاية التمنتاشر ويعني ناش شوية معضية حساسة نوعا ما على انها تبقى مناسبة لكل الفئات طبعا فيه اجابيات وفيه سلبيات عملها ولكن كباكتج كده هو موجود معنا في رقم سبعة اما عنا رقم ستة اللي موجود معنا هو مسلسل وش ودهر مسلسل وش ودهر مسلسل من بطولة اياد نصار ومن بطولة النجمة اللي هتبقى حضرة معانا في القيمة دي وبقوة رهيان عبدالغفور اللي على مستوى السنة دي عملت اعمال رائع جدا وادوار متنوعة وقدر التغير جلدها في اكتر من دول وتبرد لنا الموهبة الفنية الكبيرة اللي عندها مسلسل وش ودهر واحد من الاعمال الكويسة اللي احنا شوفناها السنة دي عندي بعض التحفوزات اللي كانت موجودة عليه واللي اتكلمت فيها من المراجعة ولكن هو بالنسبة للمسلسلات العربية موجود معانا في رقم ستة نخشي بعنا مرحلة التوب فايف كل اللي فات ده حمادة واللي جاء حمادة تاني خالص ورقم خمسة معانا هو مسلسل البيت بيتي البيت بيتي هو مسلسل الرعب كوميدي من بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر اللي قدروا الاتنين يقدموا لنا كيميا حلوة جدا وقدموا لنا صنائية لطيفة اوي في اطار من الرعب الكوميدي اللي ده مخفيف اللي بيخليك مستني الموسم التاني والحقيقة التركيبة دي كلها قدرت ان هو تخليه موجود معانا في المرتبة الخمسة نروح بقى لرقم اربعة وهو مسلسل المتهمة مسلسل المتهمة واحد طبعا من افضل اعمال السنة اللي انا شفتها من نوجة نظري اه ولكن هو كان عنده مقاومات تخليه ينفس على رقم واحد يعني هو موجود معانا في رقم اربعة وبالنسبة لي واحد من افضل العمل اللي انا شفتها بس فيه حاجات كتيرة جدا ما قدرش يستغلها وبالنسبة لي كانت تخليه قدر ينفس على رقم واحد وهو مستريه ولكن باللي انا شفته منه فخلى ان هو يبقى موجود في القائمة بتاعتي رقم اربعة بكده بقى نكون وصلنا لليبل الوحش ودخلنا على التوب سي جي رقم تلاتة اللي موجود معانا في القائمة هو ممكن المشاكل كلها تدور حوالينا المسلسل ده رقم تلاتة بالنسبة لي لعام عشرين اتنين وعشرين هو مسلسل غرفة متين وسبعة يعني ممكن الجملة اللي انا قلتها دي تصير الجدل جدا لان فيه ناس هتبقى شايفة انه هو رقم واحد وقتلون ليه انت حطيته في رقم تلاتة اقول لكم اه دي جماعة ده رأي الشخصي بالنسبة لي مسلسل غرفة متين وسبعة كان منافس على القمة الى ان وصل الحلقة السبعة خلص وقت أجهات الحلقة السبعة هي هنا كانت نقطة الخلاف بيني وبين المسلسل ان الحلقة الثامنة والتسعة يعني قللو جدا من قدر المسلسل بالنسبة لي كان ماشي كرب بتاعه فوقه كان فعلا هيكون واحد من افضل عمل السنة ال لم يكن افضله لكن الحلقة الثامنة والتسعة جنب ووزه الدنيا بالنسبة لي اتكلمت بالتفصيل في المراجعة بتاعته اللي هتلاقي موجودة هنا على القناة ولكن برضو رغم نقطة الخلاف اللي بيني وبين المسلسل ده دمرو ان هو يكون موجود معانا في رقم تلاتة. رقم اتنين بقى واللي ممكن برضو ناس تختلف تقول لي طب ليه انت محطتش غرفة امتين وسبعة ورقم اتنين والمسلسل ده هو رقم تلاتة هقول لك لان رقم اتنين ده تجربة اثرت فيها بشكل كبير جدا بالدرجة نوع بقى موجود معانا في رقم اتنين وهو مسلسل ريفو. ريفو واحد من المسلسلات اللي انا كنت داخل اتفرج عليها بدون اي حاجة. ما عنديش اي تطلعات. وبقول ده انا بقى مسلسل هو هشال بودني جايبين واحد مغني البطل وخلاص فقى يعني ايه لزوم السبوبة. ولكن اتفاجأت بمسلسل حلو جدا مسلسل اللي هو يلمسك كده. هتلاقي بيه حاجات مؤسرة جدا يعني هتعيش معها تجربة حلوة والحاجات دي هتأثر فيه بشكل كبير وهتفضل فاكرها. فالحقيقة التجربة الممتعة دي خلت ان هو بالنسبة لي يكون رقم اتنين في القائمة بتاعتي. ده افضل عشر مسلسلات عربية. وبكده بقى بنكون وصلنا لرقم واحد موجود معنا في القائمة. رقم واحد اعتقد ان اغلب الناس هتبقى عرفتها مسلسل ايه? لكن رقم واحد ده يعني عايز اداء تمثيلي رائع. هتلاقي موجود في اداء تمثيل. عايز اخراج حلو جدا ويعني غموض وسوجوية هتلاقي فيه موجود. عايز اي حاجة هتبقى موجودة هتبقى موجودة معه. مسلسل لا يختلف اطلاقا عن اي مسلسل اجنبي حلو انت بتشوفه. مسلسل قدر يعرفنا عن انها حاجات كتيرة جدا نقدر نستغلها ونقدر نقدم اعمال كويسة. مسلسل منعطف خطر. منعطف خطر هو التجربة الافضل بالنسبة لي في عام عشرين اتنين وعشرين والحقيقة واحد من افضل المسلسلات العربية اللي انا شفتها في السنين الاخيرة. مستوى غموض رائع وتحقيق جميل جدا. اداء تمثيلي رائع من كل الابطال اللي موجودين فيه. تجربة الحقيقة كانت قوية جدا 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 لدرجة ان هي موجودة معايا رقم واحد واعتقد ان مش ناس كتيرة هتختلف معايا وهيكون هو بالنسبة لهم برضو رقم واحد. وبكده بنكون انتهينا من اول قايمة في موسم الحصاد ولكن طبعا معنا قوائم تانية هنكون موجودة معنا بشكل يومي. لكن برغم ان يمكن انتاجات العربية ما كانتش كتير قوي السنة دي ما كانتش تضاهي يعني اعمال انتاجات الاجنبية اللي احنا بنشوفها. ولكن شفنا مسلسلات حلوة. شفنا بوادر خير جدا ان احنا ربما مستقبلا نبقى زينا زي الانتاج الاجنبي بالزبط. وبس جاهل زي المشاهدين نكون وصل لنهاية فيديو النهاردة. ياريت لو واجبكم تنقوني بلايك وشير لي. سيبولي ارائيكم في القائمة بتاعتي. وسيبولي القائمة الشخصية بتاعتكم انتو تحت في الكومنتات. تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير مع صاحبكم. متأكد انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان